وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين السلام عليكم عزائنا المشاهدين مشاهدي قناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام وعبر البث المباشر على اليوتيوب نرحب بكم في الجلسة الثامنة عشرة من الجلسات البحثية مع الشيخ الحبيب كما نرحب بالسادة الحضور في أرض فدك الصغرى ونرحب كذلك بسماعة الشيخ الحبيب السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نذكر السادة المشاهدين أنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر خدمة فدك للواتساب على الرقم التالي 004474826262626 على أن لا تتجاوز مدة المقطع الدقيقتين نفضلوا شيخ نلكلمة لكم شكرا لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين تحدثنا البارحة عن كيفية تحول قم المقدسة من بلدة ناصبية إلى بلدة شيعية رافضية واكتشفنا أن ذلك كان بجهود بذلها بدوا أو بدوا رجل عظيم مجهول القدر من شيعة الكوفة الذين هاجروا إلى قم إنه موسى بن عبد الله الأشعري القم رحمة الله عليه فهو أول من أدخل التشيع إلى قم وجاهر به حتى تشيع أهلها وقد كانوا من قبل من الناصبة في هذه الليلة سنتكلم عن بقعة أخرى من بقاع بلاد فارس كانت كذلك ناصبية من قبل وإذا بها تتحول إلى التشيع والرفض حتى نالت شرف أن يدفن فيها ولي الله علي بن موسى الرضا صلوات الله عليهما كما نالت قم شرفا أن تكون مرقدا لكريمة أهل البيت سيدتنا فاطمة بنت موسى بن جعفر المعروفة بالمعصومة صلوات الله عليها وعلى آبائها الطاهرين إنها خراسان هذه هي البقعة الجغرافية التي كانت ناصبية من قبل وتشيعت لاحقا قبل أن نبين تفاصيل ذلك لا بأس بعرض مقدمة بسيطة نقول فيها أنه صحيح أن قد وردت لدينا روايات عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام ظاهرها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ظاهرها النهي عن الدعوة إلى التشيع كهذا الخبر مثلا الذي رواه صاحب المحاسن رحمه الله في محاسنه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لا تدعو إلى هذا الأمر أي إلى التشيع لا تدعون أحد فإن الله إذا أراد بعبد خيرا أخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر هذا النهي صحيح أنه ورد في بعض الآثار والأحاديث والروايات ولكنه لم يكن نهيا مطلقا ولا عاما بل هو محمول عندنا على أنه نهي بداع التقية وتجنيب وتجنيب شيعة أهل البيت عليه السلام في ذلك الزمان المخاطر والأضرار في بعض البقاع الملتهبة بالحساسية السياسية والطائفية كالكوفة مثلا فالكوفة بالفعل كانت معتركا للخطوط السياسية والآيديولوجية والمذهبية والطائفية فكان أمر الدعوة إلى التشيع فيها أصعب من غيرها من البقاع والأمصار لماذا نقول بهذا الحمل لماذا نحمل هذه الروايات الناهية على هذا لأننا نجد في المقابل وجود هذه الظاهرة في زمان حضور الأئمة المعصومين عليهم السلام ومنهم الصادق صلوات الله عليه وهي ظاهرة الدعوة إلى التشيع التي حملها أناس وأناس من أصحاب الأئمة عليهم السلام وقد نالوا منهم الترحيب فقد مر معنا البارحة ذكر موسى بن عبد الله الأشعري وأخيه عمران وكيف نالوا جميعا هذا البيت بيت الأشعريين الدعاة إلى آل محمد عليهم السلام نالوا وساما عظيما هو وسام النجباء من الأئمة عليهم السلام والليل والليل أيضا نتحدث عن رجل آخر عظيم جدا أيضا ولكنه ليس مجهول القدر فحسب بل حتى مجهول الاسم مع الأسف ولكنه مذكور بصفته بأفعاله بآثاره هذا الرجل استطاع أن يشيع طائفة من أهل خراسة فيما كانت خراسان آنذاك ناصبية إلى حد أن الإمام الصادق عليه السلام نهى الشيعة عن مناكحة أهلها بل وحتى مصافحتهم مما ينبئ عن أن نصبهم كان شديدا جدا ففي الكافي الشريف عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم أما إنكم إذا صافحتموهم إن قطعت عروة من عرى الإسلام وإذا ناكحتموهم إنهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل هذه الرواية تدلنا على أي شيء تدلنا على أن خراسان كانت ذات بيئة اجتماعية مذهبية طاغية في النصب والعداوة لآل محمد عليهم السلام ما كانوا من مستضعفي أهل الخلاف أو عوامهم إذ لو كانوا هكذا لما نهى الإمام عليه السلام عن مناكحتهم فالمعلوم أن الأئمة قد أجازوا مناكحة أهل الخلاف بل ونفس الأئمة قد نكحوا فيهم اتخذوا زوجات أو أزواجا من أهل الخلاف فضلا عن مصافحتهم التي لا شيء فيها فأن يصل الأمر الصادقي إلى حد المنع لا من النكاح فحسب الحتى من مجرد المصافحة ويقول هذه المصافحة تقطع عروة من عرى الإسلام كأنه يلوم شيعته الذين هم في خراسان أن كيف تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم هذا معناه أن هؤلاء نواصب إلى أقصى درجة متخيلة صعب جدا أن يتجه أحد إلى بيئة كهذه ويدعوهم إلى التشيع هذا الأمر يحتاج إلى أبطال إلى أناس شجاعاء إلى أناس أفذاذ قلوبهم كزبر الحديد فمن هو هذا الرجل العظيم الذي اقتحم هذه الأجواء ودعا إلى ولاية آل محمد عليهم السلام والبراءة من أعدائهم بجرأة واستطاع حقا أن يبذر بذرة التشيع والرفض في تلك البلاد حتى صارت اليوم على ما هي عليه من التشيع كيف ومن هو هذا هذه رواية شريفة توضح لنا ما فعله هذا الرجل الرواية في بصائر الدرجات للصفار الصفحة 244 عن الحرث بن حصيرة الأزدي أو الحارث بن حصيرة الأزدي هذا الرجل بالمناسبة بين قوسين نفتح قوسين الآن لنتعرف على هذا الراوي هذا الراوي بالمناسبة راوي مشترك نروي نحن عنه كما يروي العدو عنه كذلك داخل في طرقنا وأسنادنا وداخل في طرقهم وأسنادهم ومع أنه تعرض إلى هجوم شديد منهم بأنه شيعي رافضي إلا أنهم وثقوه وصدقوه يقول فيه إذا رجعتم إلى كتب الرجال والجرح والتعديل عند أهل الخلاف بشكل سريع نذكر أقوالهم يقول فيه ابن عدي الجرجاني يقول أحد من يعد من المحترقين بالكوفة في التشيع وعلى ضعفه يكتب حديثه فهو إذا استعمل عبارة في تصديقه وإن كان قد قدح فيه من جهة التشيع ابن حجر العسقلاني يقول صدوق يخطئ ورمي بالرفض نفس الشيء هو يرميه بالرفض يقدح فيه من هذه الجهة لكنه يؤكد على كونه صدوق أما أبو داوود السجستاني صاحب السنن المعروف سنن وأبي داوود فيقول شيعي صدوق وأما النساء صاحب السنن كذلك فيقول ثقة وكذلك قال أحمد بن صالح الجيلي قال ثقة الرواية عن هذا الرجل هذا الرجل هو الذي يروي في بصائر الدرجات الحارث بن حصيرة الأزدي قال قدم رجل من أهل الكوفة إلى خراسان فدعا فدعا الناس إلى ولاية جعفر بن محمد عليهما السلام إذن هناك رجل من أهل الكوفة ذهب متعنيا إلى خراسان ليدعو الناس إلى ولاية جعفر بن محمد عليهم السلام كان يكفيه أن يبقى في الكوفة ويوفر على نفسه هذا العناء وتلك المخاطر إنه يذهب إلى بيئة ناصبية الإمام الصادق حذر منها إلى حد أنه منع من مزاوجتهم مناكحة بل حتى مصافحتهم فأن يذهب هذا الرجل لكي يدعوهم هذا معناه أنه يجازف بنفسه فحاله من هذه الجهة تبدو أخطر من حال صاحبنا بالأمس موسى بن عبد الله الأشعري لماذا؟ لأنه لا أقل إنه يذهب إلى بلدة قم التي كان فيها أبوه وأعمامه وعشيرته فإذا صار ما صار ما رح يقتلوه يعني يقولون هذا ولدنا بالنتيجة أما هذا الرجل من أهل الكوفة يذهب إلى خراسان وهو غريب لا عشيرة تحميه لا أهل يسندونه أو يدافعون عنه المسألة هذه أصعب جدا أصعب مع ذلك ذهب جزاه الله خير الجزاء فماذا حصل يروي لنا الحارث يقول ففرقة أطاعته وأجابت فرقة من الناس أطاعت وأجابت وتشيعت بحمد الله وأتمت بجعفر بن محمد عليهما السلام وفرقة جحدت وأنكرت وفرقة ورعت ووقفت هو هذا أول الإنجازات أنت إذا استطعت لا أقل أن تجعل فرقة من أولئك المخالفين النواصب يهتدون فهو إنجاز عظيم بل حتى لو استطعت أن تهدي فردا واحدا منهم فهو إنجاز عظيم خير لك مما طلعت عليه الشمس فكيف إذا كانت فرقة خلين نعتبرهم ثلث الناس وهناك فرقة أخرى جحدت صحيح وهناك فرقة بقيت في الوسط توقفت وعبر عنها هذا الراوي بأنها ورعت يعني هكذا حدثت نفسها قالت لا نحن نتورع ونتمنع من أن نقبل ولاية أهل البيت عليهم والسلام ما الذي حصل شوفوا التفتوا شيء لطيف جدا قال فخرج من كل فرقة فرقة رجل كل فرقة من هذه الفرق الثلاث المجتمع انقسم بسبب دعوة رجل واحد تخيلوا قسمهم إلى ثلاث فرق هذه الدعوة قسمتهم إلى ثلاث فرق كل فرقة انتدبت مندوبا ليذهب ليستطلع الأمر حقيقة الأمر ومن هو هذا جعفر بن محمد عليهما السلام قال فخرج من كل فرقة رجل فدخلوا على أبي عبد الله عليه السلام من خراسان إلى المدينة المنورة دخلوا عليه فكان المتكلم منهم من هؤلاء الثلاث الوفد الذي ورع ووقف هذا مندوب الفرقة المتورع بزعمهم المتوقف بزعمهم شوفوا هذه الفضيحة يقول وقد كان في بعض القوم جارية فخلى بها الرجل ووقع عليها هذا الرجل ائتمن على جارية في هذه السفرة في سفرة أخرى ظاهر الحال في هذه السفرة في الطريق وقع عليها فجر بها هو هذا المتورع عرفته المتوقف يقول لا أنا ما خلي أشوف يعني أتورع وكذا أقبل الولاية لو ما أقبل الولاية وهو المتكلم هو الآن المتصدر من بين هؤلاء الثلاثة ويريد يشوف يستطلع أمر الإمام الصادق عليه السلام ويحقق قال فلما دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وكان هو المتكلم فقال له أصلحك الله قدم علينا رجل من أهل الكوفة فدع الناس إلى طاعتك وولايتك فأجاب قوم وأنكر قوم وورع قوم ووقفوا قال عليه السلام فمن أي الثلاث أنت قال أنا من الفرقة التي ورعت ووقفت قال عليه السلام فأين كان ورعك ليلة كذا وكذا ذي الليلة اللي فجرت فيها بتلك الجارية المؤتمن عليها أين ذهب ورعك هنا صار عندك ورع في قبول ولاية أهل البيت عليهم السلام هذا ورع كاذب ورع غير صادق الرجل بطبيعة الحال اضطرب أمره كيف اطلع الإمام على ذلك كيف عرف ذلك قال فارتاب الرجل وسكت طبعا فضيحة هذا الخبر الآن نستفيد منه هذه الفوائد الأولى أنه كان هناك رجل عظيم من أهل الكوفة حمل لواء التشيع وبذر بذرته في خراسان الناصبية آنذاك واستطاع أن يحقق هذا الإنجاز أنقسم المجتمع إلى ثلاثة أقسام قسم منهم اهتدوا وآمنوا بالولاية قسم جحد وقسم توقفوا والثلاثة جميعا حتى القسم الجاحد كل منهم انتدب مندوبا ليذهب ليستطلع الأمر ويحقق في شأن هذا الإمام إمام العطرة جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام هذا إنجاز الفائدة الثانية أن النهي عن الدعوة إلى التشيع لم يكن نهيا مطلقا ولا عاما فها هي ذي صورة من صور حملات الدعوة إلى التشيع في زمان الصادق عليه السلام وكانت محل ترحيب الإمام عليه السلام والأئمة صلوات الله عليه الفائدة الثالثة وهذه جدا مهمة أن المتوقف للجاحد فحسب حتى المتوقف انتبهوا جيدا هذا اللي يقول أنا ما علي يعني أنا أتوقف في الأمر أحتاط أتوقف أتورع هكذا يخدع نفسه هذا المتوقف أحيانا قد يحتاج إلى تأديب غليظ يكشف خفاياه وموبقاته كما حصل من قبل الإمام الصادق عليه السلام تجاه هذا الرجل المتوقف يعني هذا حتى مجاحد بس شوف الإمام عليه السلام كيف كشف خفاياه وموبقاته تأديبا له خاصة إذا تعلل بأي شيء بالورع الكاذب حتى المتوقف أحيانا يحتاج إلى مثل هذا الموقف وإلى مثل هذا التأديب الغليظ خاصة إذا كان متصدر قوم هذا الرجل جعله قومه مندوبا لهم مما يكشف عن كونه ذا شأن عندهم فإذا ما استمر على توقفه وتورعه الكاذب فمعنى ذلك أن هذا ينعكس على من انتدبه ومعنى ذلك أن جمعا غفيرا من البشر والناس يموتون ميتة جاهلية تأثرا بهذا الشخص لا هذا الشخص لا بد من إسقاط اعتباره وهذا ما فعله الإمام الصادق عليه السلام أسقط اعتباره انفضح عرف أنه رجل ليس له أن يتعلق بالورع الورع بصوب وهو بصوب يسقط أمام الناس هذا السلوك علينا أن نتعلمه حتى نطبقه في هذا الزمان أيضا فلعلنا ونحن ندعو إلى التشيع تارة نجابه بجاح دين من هؤلاء الكهنة من مشايخ السوء والضلال المتجرين بالدين من أهل الخلاف الذين يحاولون إيقاف المد الشيعي يحاولون أن لا يصل نور أهل البيت عليهم السلام إلى أبنائهم إلى مجتمعاتهم هؤلاء نسحقهم سحقة نفضحهم فضحة نسقط اعتبارهم مئة بالمئة قد يجد الداعي إلى التشيع وهو يدعو إلى التشيع قسما من مشايخ أهل الخلاف أو كهنتهم لا يعادون الدعوة الشيعية ولا يجتهدون في التصدي لها وإنما يقفون موقفا متوقفا أشبه بالحياد إنجاز التعبير الحياد السلبي يعني عرفتوا فقد نرق لهم قد نشفق عليهم ونقول على الأقل ذولا ما يحاربون يعني ونقولوا نحن ما عندنا مشكلة اللي يحب يصير شيعي خلي يصير شيعي اللي يحب يبقى بكري خلي يبقى بكري وهذه حرية وكذا وخلص أما نحن وإحنا صراحة ما مقتنعين مثلا لسنا مقتنعين نحن متوقفون في هذا الأمر مثلا أتصور أن غالبنا إذا ما واجه فئة كهؤلاء من الكهنة فإنه سيشعر بنوع من يعني الرقة تجاههم فقد يعني يميط لسانه عنهم أو لا يتصدى لهم لا أحيانا إذا كان هؤلاء ممن لهم تأثير على طوائف من أهل الخلاف يقتدون بهم يأتمون بهم ومع ذلك وقفوا فصار توقفهم حاجزا لمن هو وراءهم من قبول الهدى يحجز الناس عن قبول الهدى هؤلاء أيضا مجرمون آثمون لا بد من إسقاط اعتبارهم لا بد حتى وإن تطلب الأمر كشف مخازيهم ومثالبهم وفضائحهم شوفوا هذه جريمة في حق الله جل وعلا الله يريد لخلقه الهدى ولذلك أرسل لهم رسولا وأمر رسوله صلى الله عليه وآله بأن ينصب من بعده أئمة خلفاء قادة لهذه الأمة وحذر كرارا من أنه إذا لم يؤمن أحد من هؤلاء الأمة بهؤلاء الأمة ويعتقد إمامته في زمانه الإمام الخاص به فإنه سيموت على ميتة أهل الجاهلية كأنه ما مات على الإسلام ولا عرف الإسلام قط من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا أمر خطير كل شخص نراه يقف حائلا أو مانعا أمام إقبال الناس على تصحيح إسلامها ومبايعة إمام زمانها واتباع أئمتها وقادتها والبراءة من الطواغيت والمنافقين والمنقلبين على الأعقاب كل شخص يشكل حائلا حتى وإن لم يكن هجوميا حتى وإن لم يكن متصديا فلابد أيضا من سحقه وإسقاط اعتباره الاجتماعي والديني حتى تنفتح عيون الناس ويقبلون بأبصارهم وبصائرهم على الهدى هذا ما فعله إمامنا الصادق عليه السلام وهذا ما علينا أن نفعله أو أن نفعله لأنه قد يوسوس الشيطان لهذا الإنسان المتصدي للتبليغ من الشيعة الرافضة ويقول له إن هذا أمر غير أخلاقي أن تتكلم عن معايب الناس وعن عوراتهم ومخازيهم وتكشف خفاياهم مثلا قد يوسوس الشيطان للإنسان بهذا لا شك أن الله عز وجل أمرنا بالستر أكيد ولكن على من؟ على المؤمنين؟ على المستضعفين؟ على من لا يكون في الستر عليه ضرر على الإسلام على الهدى إذا كان الستر عليه يبقيه رمزا للناس مقتدا للناس محترما عند الناس فيستمرون على باطله اقتداء به فلابد حينئذ من فضحه وبيان مثالبه ومخازيه وإن كانت من هذا القبيل فضائحه الأخلاقية أما إن كان منزويا ولا أحد يتأثر به فلا بأس يكون التوجيه الأخلاقي هنا أن نستر عليه وأن لا نتكلم عليه بمثل هذا الكلام الشيء بالشيء يذكر يبدو أن هذا الرجل إمام الفرقة المتورعة المتوقفة من أهل خراسان يبدو أنه هو نفسه أبو عبد الله البلخي بلخ بالمناسبة كانت في الزمان القديم تعد مركز أو عاصمة خراسان وهذا الرجل له قصة في رواية أخرى أبو عبد الله البلخي والرواية أطول من هذه ولكن تشترك معها في نفس الموضوع وهو الفجور في الجارية أو بالجارية الرواية تجدونها في الخرائج والجرائح للراوندي رحمه الله في المجلد الأول الصفحة 297 عن داود بن كثير الرقي قال كنت عند الصادق عليه السلام أنا وأبو الخطاب أبو الخطاب إمام الفرقة الخطابية المغالية كان مستقيما في البداية فكان لا يحجبه الإمام عليه السلام عنه بعد إذن غلى وانحرف فالإمام طرده ولعنه تمام هذا أبو الخطاب كان وداود بن كثير الرقي والمفضل المفضل بن عمر اللي كانت توجهاته متذبذبة بعض الشيء في تلك المراحل وأبو عبد الله البلخي هذا صاحبنا الخراساني إذ دخل علينا كثير النواء تعرفوه بعد إمام البترية الفرقة البترية فقال مو شاف عند الصادق عليه السلام شاف عند أبو الخطاب جالس فجاي يشتكي ما شكواه قال للإمام إن أبو الخطاب هذا يشتم أبا بكر وعمر ويظهر البراءة منهما هذه شكوى البترية والقوم أبناء القوم إلى اليوم هذه شكواهم نفس الشكوى نفس الحالة لو تسنى لهم أن يذهبوا إلى صاحب العصر عليه السلام حاشاه طبعا أن يقرب أمثال هؤلاء الخوان الأرجاس أيه لو تسنى لهم لشكوا بنفس هذه الشكاية نفس الكلام يقولوا له هذا فلان وهالجماعة وهالناس شنو يساوون يشتمون أبا بكر وعمر ويظهرون البراءة منهما خلني شوف الإمام الصادق عليه السلام لما استقبل هذه الشكوى كيف كانت ردة فعله انتبهوا جيدا لأنه مثل هذه الروايات والآثار المقدسة هي في الحقيقة فيصل بيننا وبين بقايا التيار المنحل البتري هذا فيصل يعني نحن نريد أن نعرف من منا أقرب إلى منهج الأئمة عليهم والسلام إذا وجدنا الإمام الصادق عليه السلام يستنكر ذلك ويعنف أبا الخطاب ويذمه ويقول له مثلا هذا من الفتنة هذا من تمزيق المسلمين هذا من شق الوحدة الإسلامية مالتكم وهذا لا ينبغي وعلينا أن نحترم رموزهم حتى يحترموا رموزنا وحتى لا يستفيد من ذلك الاستكبار والاستعمار والعدو الخارجي والصهاينة وما شاكل لو قال هذا الكلام بهذا المضمون بهذا المؤداء إذن نحن مخصومون وهم الفائزون منها الساعة إذا شفت هذه ردة فعل الإمام الصادق عليه السلام واجبك شون لازم تسوي تقضب قناة فدك وصوت العترة شون تطالع قناة الكوثر قناة سحر قناة سمر هذا ما الإيران قنوات إيران سحر تروح تطالع لك يطلع لك خامنة بكل نوره طبعا يطلع لك يخطب خلوه لها طبعا هالأضواء الزينة تشروف تسمع خطاباته ويعني تشوف بصفة منه إسماعيل هنية مع الحماس ما أدري منه من هذول يروح يجيبهم عرفت شلون يجيب لك أحيانا حتى وهابية لعناء لطخت أيديهم بدماء شيعة أهل البيت عليهم السلام والله هذا علي خامنة إما يستحي لا من الله ولا من رسوله ولا من إمام العصر ولا من الشيعة أنفسهم أنفسهم يروح يجيب هذا سميع الحق هذا شوفوا هذا إمام وهابي ما لطالبان باكستان هذا اقرأوا بتاريخ اسألوا شيعة باكستان أنفسهم هذا كان معه هو أصلا الموجه الروحي لما يسمى عندهم سباه صحابة حرس الصحابة الذين كانوا يقتلون الشيعة ويفجرون بحسينياتهم في التسعينيات واستمروا حتى الألفينات وحتى قبل كم سنة يعني كانوا يستمرون بذلك هذا مثل ملة عمر شونكم ملة عمر بس هذا ما الباكستان سميع الحق يستقبله خامنة يامام شاشات التلفزة بالأحضان والقبلات وبس جايز يقول فأديك بروحي قربونة بيرام يقول بس هذه اللي ناكس من هلقة التعظيمات أنا ما نذكر كلامه صراحة بالتفصيل أما هذا خامنة يحتاج لشحاطة على وجهه على هاي التصرف الخسيس شون انت ما عندك ليش احنا صراحة ليش أصلا ليش نتكلم ليش يعني ما أخذتنا يعني الحمية على هذا الموضوع رديت أقول له انت شون انت ما عندك غيرة على دماء شيعة أهل البيت لا بالفعل ما عنده غيرة دماء شيعة البيت باردة عنده هو أصلا يقتلهم هو بنفسه هو ونظامه يقتلهم فطبيعي يعني احنا ألف مرة نكرر مشكلتنا مع هذا النظام ليست سياسية ولا كذلك مشكلتنا مع هذا النظام في موضوع المقاومة كما هم يكذبون ويفجرون في الخصومة فنحن مواقفنا شريفة مبدئية في تأييد المقاومة من أول الخط إلى آخر الخط احنا ضد الكيان الصهيوني واحنا ضد التطبيع واحنا ضد انه يعني يصير مسالمة او تطبيع مع هذا الكيان هذه مواقفنا معروفة واحنا ضد من يطبع مع هذا الكيان احنا ليل ونهار نشتم آل سعود نشتم زعماء العرب الذين طبعوا مع هذا الكيان احنا من اليوم الأول مع المقاومة لكن ليس لأننا مع المقاومة معناها احنا نوافق على كل تصرفات من يزعمون انهم مقاومون اذا تعدوا الخطوط الحمر الشرعية فنحن لا نقبل بذلك ولا يمكن ان نسكت عن ذلك احنا مشكلتنا مع هذا النظام عقدية مشكلتنا مع هذا النظام وأذياله مشكلة عدل وجور نطالب بالعدل ورأينا جورا من هذا النظام رأينا تلاعبا بالمبادئ من هذا النظام رأينا تلاعبا واستهتارا بدماء الشيعة من هذا النظام لكن الناس تجرفهم العاطفة كما تجرفهم العاصفة عاصفة من العاطفة تأتي تجرفهم شقد ناس بيشوا على سليماني بأي مبرر بأي داعي بداعي أنه رجل مقاوم رجل ما أدري حارب داعش صحيح يا أخي كم مرة نقول ونحذر عليك أن تنظر إلى الشخصيات وتقيمها بنظرة شمولية لا تأخذ جزئيات إذا هذا هو المعيار عندك فصد دائما يطلع مقاوم ضرب لك ما يسمى بإسرائيل ضربها صواريخ وصلت هنا إلى تلبيب وصلت شنو هذا هو المعيار حارب داعش زي دونالد ترامب واللي قبله أوباما هم حارب داعش شنو يعني هم قصفه داعش من اللي قتل أبو بكر البغدادي هو ترامب وأمريكا والأمريكا يعني هو هذا المعيار إحنا لأ نشوف باقي المواقف هو نفس هذا سليماني المشكلة الناس لا تقرأ وتنسى بسرعة أيضا لا تبحث لا تسأل هو هذا سليماني نفسه في اسأل شيعة أفغانستان كيف أنه تحالف مع أحمد شاه مسعود الذي كان جزارا قتل الشيعة بقصف عشوائي على قراهم مجزرة أفشار كيف قصفهم قراهم رجالا نساء أطفالا كلهم ماتوا وماكوا عدد محدد الله العالم كم أعدادهم مئات آلاف ماتوا من أحمد شاه مسعود لعنه الله هذا نفس سليماني صار معه لماذا لأنه هناك مصلحة سياسية مشتركة هذا النظام عرفنا إحنا خلاص سقط من عيوننا منذ القديم أنه نظام لأجل المصلحة السياسية يدوس على كل المبادئ كل الأحكام يدوس على كل الدماء المحقونة ما عنده مشكلة إحنا هذه مشكلتنا مع النظام نظام يهاجمنا ليل نهار يحاول يصورنا أننا عملاء وعلى خط الاستعمار والاستكبار وقاعدين مع الملكة ومتعشين وياها ومتعشين مع نتنياهو ثاني يوم شنو هالخرطيات يضحكون على الناس تكذبون على العالم يعني شيء مو طبيعي أبدا آلة دعائية تحريضية دعاية مضادة ليل ونهار وفي حين لما تبحث تشوف العكس والصحيح إحنا الحمد لله أنقياء الثوب إلى هذه اللحظة وإن شاء الله ما نضطر إلى الأبد ما جلسنا مع مسؤول حكومي واحد بريطاني واحد ولا أمريكي ولا أي واحد يمثل هذه الدول بل نتمنع من ذلك تماما أما هم ما شاء الله يجلسون ويتكلمون ويفاوضون ويتناقشون طبيعي يعني فأينا يعني إذا كان مجرد للتواصل والاتصال يعني هذا كلام باطل وجودنا في الغرب موجودنا في الغرب منكم من جوركم من ظلمكم جئنا اشترينا أرضا حتى تكون هذه الأرض لنا موقعا حرا نمارس فيه الدعوة لآل محمد عليهم والسلام نريد أن نتحرر من جوركم وظلمكم ماذا نفعل صارت هذه الأرض المباركة ملاذا لكل إنسان حر مؤمن شريف شيعي رافضي أصيل يريد أن يكمل مسيرة أولئك الأسلاف البررة الذين كانوا يدعون إلى التشيع الذين نعرض نماذجهم في هذه الجلسات وفي غيرها نريد أن نكمل الطريق نكمل رسالتنا تعطونا حرية نرجع يلا مو مشكلة خلي خامنا يعطينا حرية نروح نجلس في قوم المقدسة هناك ندعو إلى التشيع وما الأروع من مجاورة المعصومة الطاهرة صلوات الله عليهم يعني كلام عجيب اللي يطرح فالآن هذه الرواية فيصل بيننا وبين القوم نحتكم إلى الإمام الصادق عليه السلام فنقول جاءه شخص يشتكي يقول له إن فلانا هذا من جلسائك يشتم أبا بكر وعمر ويظهر البراءة منهما إذا كان موقف الإمام وردة فعلي وجوابه تعنيف هذا الرجل ورده وإنذاره وأنه يحدث الفرقة بين المسلمين وأنه هذا ليس من منهجنا وما أدري كذا ويستفيد منه الاستعمار ومن الحش هذا إذن نحن مخصومون إحنا مهزومون والنجح والفوز لخصومنا البترية ولخامنئي وربعة أما إذا طلع العكس إذا شفنا أنه موقف الإمام الصادق عليه السلام موقف مرحب بهذه الظاهرة فإذن معنى ذلك أنهم هم المخصومون ونحن الفائزون فيصل بيننا وبين القوم وصلوها للكل حتى شوية يعيد التفكير شوية يعيد النظر وخلي نعرف الإمام عليه السلام يقبل هؤلاء هذا المسلك وهذا المنهج له هذا المسلك وهذا المنهج ياه اللي ريح أكثر خلي نشوف دخل كثير النواة على الزعيم البترية في عصره فقال إن أبو الخطاب هذا ومثل ما نبهنا أبو الخطاب مغالي ملعون تاليا بعدما غلى وانحرف الإمام طرده ولعنه قبل ذلك كان مستقيما بس حتى لا أحد يشتبه لا أحد يشتبه فالتفت الصادق عليه السلام إلى أبو الخطاب وقال يا محمد هو اسمه محمد هذا أبو الخطاب ما تقول قال كذب والله ما سمع مني قطشت شتمهما فقال الصادق عليه السلام قد حلف ولا يحلف كاذبا فقال الآن الذي يقول كثير النواة يقول صدق لم أسمع أنا منه ولكن حدثني الثقة به عنه أنه يشتم أبا بكر وعمر ويظهر البراءة منهما قال الصادق عليه السلام وإن الثقة لا يبلغ ذلك إذا واحد ثقة ما يروح يحرش ينم يفتن كذا ويروح يبلغك هذا حتى تصير مشاكل فلما خرج كثير أو كثير هذا كثير النواء زعيم البترية شوفوا الإمام ماذا كان موقفه هنا المهم قال الصادق عليه السلام أما والله لئن كان أبو الخطاب ذكر ما قال كثير أو كثير لقد علم من أمرهما ما لم يعلمه كثير والله لقد جلسا مجلس أمير المؤمنين عليه السلام غصبا فلا غفر الله لهما ولا عفى عنهما كافران كافر من أحبهما شنو طلع موقف الإمام الصادق معانا لو مع أعداءنا أتصور هذا جواب يصفع به كل بتري أو ذي نزعة بترية يدب على الأرض في زماننا قل له ويحك إمامنا الصادق فصل بيننا حكم بيننا والحكم لنا الإمام معانا لا قال لهذا أبي الخطاب ما قال لا امتنع عن ذلك وهي فتنة ومدري شنو ووحدة إسلامية ومن الحشي أبدا بل بالعكس قال لو صح هذا الذي يقوله الشكوى هذه اللي تقول فهذا الرجل فعله يعني الشيء الصحيح لأنه هذان الاثنان غاصبان كافران ظالمان لا غفر الله لهما ولا عفى عنهما الشاهد منه اللي جالس ضمن هذه الجلسة البلخي أبو عبد الله البلخي الخراساني هذا الرجل تمام اللي احنا جاء نبحث في شأنه ايه أبو الواقع الفضيحة والمتورع المتوقف بحسب الاستضار الرواية تقول فبهت أبو عبد الله البلخي بهت ما أتحمل هذا الكلام طبعا ونظر إلى الصادق عليه السلام متعجبا مما قال فيهما في أبي بكر وعمر فقال له الصادق عليه السلام أنكرت ما سمعت مني فيهما قال قد كان ذلك فقال الصادق عليه السلام فهل لا كان هذا الإنكار منك ليلة رفع إليك فلان بن فلان البلخي جاريته فلان لتبيعها له فلما عبرت النهر افترشتها في أصل شجرة وإن ورعك هذا وإن إنكارك هذا أنت عندك أنه أنا نطقت بالمنكر يعني هو يعتبر نعوذ بأنه الإمام نطق بالمنكر أنكر ذلك أشلون الإمام الشكل يعني يتكلم على أبي بكر وعمر زين هذا دافعك للإنكار شنو هو الوراع التقوى الخوف من الله عز وجل أين تقوىك ورعك وخوفك وقد فجرت بجارية في أصل شجرة وكنت مؤتمنا عليها من قبل فلان بن فلان البلخي اعتمنك عليها وإذا بك تفعل هكذا وهذه مشكلتنا ترى إحدى مشاكلنا في هذا الزمان مع ذول الذين تجدهم يتحمسون في الإنكار علينا لأننا مثلا أهلنا أبا بكر أو عمر أو عائشة ويتباكى بعضه ويولول بعضه نسألهم هذا الأمر كله دافعكم فيه أي شيء دين تقوى ورع أين دينكم وتقواكم وورعكم في أمور وأمور لا حق لكم في الكلام وأنتم هذه مخازيكم هذه فضائحكم سبحان الله ما صرتم ورعين ولا متقين ولا هبط عليكم التدين إلا في شأن أبي بكر وعمر وعائشة والأعجب من هذا لما يطلع لك واحد سكير عربيد أحيانا هو سكير بقالة الكواتين يقولون يبط البطل من قاعة يلك البطل من قاعة هذا اللي يلك البطل من قاعة تلاقي لا يتحمس ويدافع أمنا وأمنا يخرب بيته ويخرب بيته أمك وياك أنت تلك البطل من قاعة وثاني يوم تطلع لي أمنا وما أمنا هذا عجيب والله أنا واجهت النماذج ترى بالكويت يعني أكو بعض هؤلاء الشكل كان منهم مزراء نواب مجلس أمة كذا صلاة ما يصلون ذولة مجموعة ناس هتلية ما الناس أعوذوا بالله سرسرية حشاكم هذولة شنو صارين لما صارت الضجة مالة عائشة ماكو راح حاملين لواء الدفاع عن أمنا وأمنا ماما عائشة والصغار قال له الإمام عليسان قال لي أبي عبد الله البلخي فهل لا كان هذا الإنكار منك ليلة رفع إليك فلان ابن فلان البلخي جاريته فلانة لتبيعها له فلما عبرت النهر افترشتها في أصل شجرة يلا وين كان هذا إنكارك ورعك فقال البلخي قد مضى والله لهذا الحديث أكثر من عشرين سنة ولقد تبت إلى الله من ذلك مما يكشف أنه إذا كان هذا الرجل هو نفسه المعني بالرواية المتقدمة يكشف أن الإمام عليه السلام أول ما جاء فضحه وبعد عشرين سنة كرر فضحه من جديد فقال الصادق عليه السلام لقد تبت صح ولكن وما تاب الله عليك الله ليش الله ما تاب عليه شوفوا إخواني إذا أردت أن يتوب اقترفته وأنت لا تزال تحمل في قلبك والعياذ بالله ولاء أبي بكر وعمر لا يقبل الله توبتك وأنت لا تزال على جاهلية لم تبايع إمام زمانك وتأتم به فالله لا يقبل توبتك أبو عبد الله البلخ هذه مشكلته كانت أنه تاب ولكن ما تاب مما هو أعظم وهو موالاة المنافقين والظالمين أبي بكر وعمر وأشباههم مأتم بالأئمة الطاهرين عليهم السلام رغم تمام الحجة عليه فمن اليوم الأول هو مفروض خلص يدرك لأنه كيف اطلع الإمام على هذا السر إذن هو متصل بالله جل وعلا وهذا يكفيك لأن تهتدي لماذا لم تهتدي حتى الآن فلذلك يقول له الإمام عليه السلام لقد توبت وما تاب الله عليك وهذه رسالة إلى كل إنسان بكري مخدوع إلى اليوم اقترى فنعوذ بالله ذنوبا وتاب منها لا تظن أن الله تاب عليك لن يتوب الله عليك إلا أن توالي آل محمد عليه السلام أولا وتبرأ من أعدائهم ثانيا لابد بل لعلنا نقول بالعكس تبرأ أولا من أعدائهم وتواليهم لأن البراء قبل الولاية بالمناسب البراء قبل الولاية لأنه لا يتم أمر الولاية إلا بالبراءة أولا لا إله إلا الله أولا البراءة لا إلهة ثم الولاية إلا الله قالوا عليهم السلام لا شنو تتم ولايتنا إلا بالبراءة من أعدائنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أولا الكفر بالطاغوت مقدم لابد تشوف من طاغوت من هو الطاغوت هذا تكفر به ثم تؤمن بالله عز وجل هذه نصيحة في هذه الجلسة نوجهها لكل إنسان تائب يريد التوبة وباب التوبة مفتوح مفتوح إلى آخر لحظة تب إلى الله وبادر أولا صحح إسلامك لا تكون أن مثل أبي عبد الله البلخي قال له الصادق عليه السلام لقد تبت وما تاب الله عليك ولقد غضب الله لصاحب الجارية الله غضب له هذا صاحب الجارية الذي أنت فجرت بجاريته شوفوا تتمت الرواية أيضا فيصل بيننا وبين القوم البترية فقال الصادق عفوا ثم ركب وسار والبلخي معه فلما برزا ابتعدا عن أجواء الدور وبرزا إلى الصحاري ومشاكله والأطراف قال الصادق عليه السلام وقد سمع صوت حمار أجلكم الله شوفوا ماذا قال إن أهل النار يتأذون بهما بأبي بكر وعمر وبأصواتهما كما تتأذون بصوت الحمار بالله عليك اسأل نفسك الإمام الصادق يرى أن شخصا معه هذا لا يحتمل الكلام على أبي بكر وعمر الإمام قال في البداية غصبا حقنا ظلمانا كذا فعل شاف ألوانه تتغير هذا الإنسان هو إنسان مخالف لم يحترم مشاعره لم يدار مشاعره عليكم السلام عليكم السلام رحمة الله لم يحفظ رموزه لم يقل أنا لا أتكلمن بهذا الكلام فإنه يؤذي مشاعره احتراما له سأكف لساني عن رمزيه أعظم رمزين مقدسين عنده أبو بكر وعمر لا الإمام كأنه طلق وراء طلق قذيفة وراء قذيفة عرفتوا هل مرة يقول ذولهم حمير أبو بكر عمر حماراني في النار يتأذى أهل النار من أصواتهما كما تتأذون في هذه الدنيا من أصوات الحمير أجل لكم إن أهل النار يتأذون بهما وبأصواتهما كما تتأذون بصوت الحمار ولك أن تتخيل الآن مشاعر هذا البلخي وشنو يحدث نفسه ويقول هذا أنا شو أنا أتحمل هذا الكلام ولكن هي صفعات صادقية وضربات يقول فلما برزنا إلى الصحراء فإذا نحن بجب كبير التفت الصادق عليه السلام إلى البلخي شوف الله يريد أن يتم حجته على هذا البلخي فقال اسقنا من هذا الجب فدنى البلخي ثم قال هذا جب بعيد القعر لا أرى ماء به فتقدم الصادق عليه السلام فقال أيها الجب السامع المطيع لربه اسقنا مما جعل الله فيك من الماء بإذن الله فنظرنا الماء يرتفع من الجب فشربنا منه اللهم صل على محمد وعجل فرجهم والعالم علىهم ثم سار حتى انتهى إلى موضع فيه نخلة يابسة فدنى منها فقال أيها النخلة أطعمينا مما جعل الله فيك فانتثرت رطبا جنيا فأكلنا ثم جازها فالتفتنا فلم نرى فيها شيئا يعني بس الإمام راح عنها رجعت كما كانت يابسة وبالمناسبة هذه الكرامة هذه الجزئية مالة النخلة مروية حتى عند المخالفين للصادق عليه السلام إذا أردتم بعدين أحضرها لكم موجودة عندهم في كتبهم أن من كرامات أبي عبد الله الصادق عليه السلام هذه الكرامة أنه نخلة يابسة أمرها بإذن الله عز وجل فإذا بها تثمر ويأكل منها يقول ثم سار فإذا نحن بظبي قد أقبل فبصبص بذنبه إلى الصادق عليه السلام وتبغم تبغم تبغم يعني يقولون إنه صوت الضبي الذي يكون فيه رقة ولي كأنه يطلب حاجة ما فقال كأنه الإمام جاوب هذا الضبي يقول فقال أفعل إن شاء الله فانصرف الضبي فقال البلخي لقد رأينا شيئا عجبا فما الذي سألك الضبي فقال استجاربي وأخبرني أن بعض من يصيد الضباء بالمدينة صاد زوجته وأن لها خشفين صغيرين يعني ولداء الضبي وسألني أن أشتريها وأطلقها لله إليه فضمنت له ذلك وحتى الدواب تلجأ إلى آل محمد عليه السلام وتستجير بهم والمشكلة هذه أنه أحيانا الدواب تكون أكثر إيمانا من البشر أحيانا هكذا الجماد يكون أكثر إيمانا من البشر يقول واستقبل القبلة ودعاه الإمام الصادق عليه السلام توجه نحو القبلة ودع الله تعالى وقال الحمد لله كثيرا كما هو أهله ومستحقه وتلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ثم قال نحن والله المحسودون ثم انصرف ونحن معه فاشترى الضبية وأطلقها ثم قال لا تذيعوا سرنا ولا تحدثوا به عند غير أهله فإن المذيع سرنا أشد علينا من عدونا كأنه يعني يحذر هذا البلخ إذ اطلع على هذه الأمور والكرامات وموقف الإمام من الجبت والطاوت فإذا أذاع هذا السر الإمام عليه السلام سيستدعى من قبل الظالمين ويستدعى من معه ويتعرضون للتحقيق والاعتقال والله العالم ماذا يحصل المهم في الأمر هنا خرائج والجرائح للراوندي المجلد الأول الصفحة 297 المهم إخواني من هذا الذي عرضناه حتى اللحظة هو الثبوت أنه كان هناك في عهود حضورهم عليهم السلام من كان يدعو إلى التشيع فالنهي عن الدعوة إذن لم يكن على إطلاقه فهناك نماذج لأناس بررة كانوا يدعون إلى الولاية والبراء من غير نكير من الأئمة عليهم السلام بل نالوا الترحيب والأوسمة منهم وهذا الرجل وهذا الرجل الكوفي المجهول الاسم المجهول القدر هو أحد أولئك البررة فالنهي فكما هنالك نهي هنالك أمر في المقابل فعلينا أن نتوازن النهي محمول على أي شيء الأمر محمول على أي شيء كما نهينا عن الدعوة أمرنا بالدعوة بل إلى حد المخاصمة أن نخاصم مخالفين بل إلى حد المباهلة نتباهل وإياهم نتلاعن وإياهم ففي مستدرك الوسائل عن أبي جعفر محمد بن النعمان من هو محمد بن النعمان أبو جعفر هذا مؤمن الطاق أبو جعفر الأحول مؤمن الطاق الذي المخالفون يسمونه شيطان الطاق طبعا ليعرف سيرته لعلنا إن شاء الله ربما الجلسة المقبلة الليلة التالية إن شاء الله شوية نتكلم عن سيرة هذا الرجل العظيم هذا كان عندهم شيطان ما يقدروا له هذا مؤمن الطاق الرواية عن هذا الرجل عن أبي جعفر محمد بن النعمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال لي شوف الإمام بماذا أمره خاصموهم خاصموهم وبينوا لهم الهدى الذي أنتم عليه وباهلوهم في علي عليه السلام فلما لم تنظر إلى هذه الطائفة من الروايات التي أمرتك بالدعوة لما تتعلل فقط بتلك الروايات التي تنهاك هي هذه صنعة الفقه والفقهاء التوفيق بين الروايات المتعارضة بحمل كل طائفة منها على موضوعها الخاص فما ثمة إطلاق لا في هذه ولا في تلك بل الأصل لا ريب هو الدعوة هذا هذا هو الأصل الأصل هو أدعو إلى سبيل ربك هذا هو الأصل فالمنع منه هو العارض هو الاستثناء الأصل هو هذا خاصموهم شوف الإمام مون فقط يدعونا إلى دعوتهم يقول خاصموه حتى لو يوصل إلى حد المخاصمة خاصموه وبينوا لهم الهدى الذي أنتم عليه هذا الذي تحملونه من نور ولاية الأئمة الأطهار عليهم السلام العترة الطاهرة صلوات الله عليهم هذا بينوه لهم هذا النور وخاصموهم وباهلوهم في علي عليه السلام مباهلة روحوا تباهلوا معهم الدعوة إذن حتى وإن أدت إلى مخاصمة أو مباهلة هذا ما هو مطلوب منا أن ندعو الناس كما فعل أولئك العظماء فشيعوا أمصارا شيعوا بلدانا ذاك شيع قم البارحة مر معنا وهذا شيع خراسان وغير 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 نماذج كثيرة مجهولة لا يعرف مشكلة الشيع أنفسهم لا يعرفون تأريخهم تأريخ أولئك المضحين الذين لهم الفضل في نشر التشيع في العالم هذا الذي نحتاج أن نتدارسه ونبحثه لكي نأخذ العبر والدروس وشويا نتشجع وشويا نصير أوادم ندعو إلى إمتنا عليهم السلام لما حصل هذا الخمول في العقود الأخيرة عن الدعوة إلى التشيع صارت حالة خمول في حوزاتنا في جمعياتنا في مؤسساتنا في رجالنا في خطبائنا في علمائنا صارت حالة خمول بحيث تجد أن المتصدين للدعوة الشيعية صاروا قلائل وفي هؤلاء القلائل معقدون أو جبناء أو مرضى نفسيين لا يقولون الحق كله بل يخلطون ضغثا من حق مع ضغث من الباطل بدعوة المجاملة تارة بدعوة تقية أخرى بدعوة قولوا للناس حسنى تارة ثالثة فما حققوا شيئا إنما الذين يحققون تغييرات حقيقية في ميدان الهداية والتبليغ والدعوة هم هؤلاء الذين تنطبق عليهم الشرائط التي وضعها أمير المؤمنين عليه السلام لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لم يضارع من الضراعة بمعنى من لم يخضع لش نقول إحنا يتضرع يتضرع إلى الله يعني شنو يعني يخضع إلى الله الإمام يقول هذا الذي يقيم أمر الله سبحانه يجب أن لا يتضرع لأحد لا يخضع لأحد إلا الله هذا لا يضارع وبعد ولا يصانع مصانع يعني مجاملة يعني حكلي وحكلك ما كو هالشكل يسوون إذولش قد كو معممين على طريقة حكلي وحكلك ماشين مصانعة ياخذ ويعطي مجاملة مصالح متبادلة امدحني امدحك يعني امدحني امدحك قول عني كلمة هالشكل اقول عنك كلمة هالشكل تقول عني كلمة مو حلوة ترى قول عنك كلمة مو حلوة يعني القضية كلها بهالطريقة ماشية الناس ماشية بهالطريقة مع الأسف مرض مرض نعوذ بالله لم يضارع ولم يصانع ولم يتبع المطامع ما عنده مطمع ليس هدفه من التصدي للدعوة أن تنتفخ جيوبه أن تكثر أرصدته في البنوك أن يدعى في العالم وينال الشهرة والسمعة وينما يدخل الناس تسوي له صلوات وتفضل مولانا وينما يطلع هم يسوي له صلوات وتفضل مولانا ويقبلون إيده ومدري شون يسوون وتعال نجيب لك مدري شون وتعال تفل لنبيه حتى نتبرك اللي هذا بالمناسبة لا أصل له هذا التفلة هذه ماكوه لا أصل لها ترى بالمناسبة هذا يروح إحنا عندنا صحيح سؤر المؤمن هذا يشرب طبيعي عادي واحد يشرب من بعده هذا الموجود أما يقوم يدفل على أساس أنه شنو يقرأ ومدري شنو يقوم يدفل به هذا ما عندنا هذا عنده مخالفين هذا ترى بالمناسبة المهم هل سيريدون يتفلون ما يتفلون خلي يتفلون ما علنا بيهم احنا بس المهم امشوا عدل امشوا عدل لا تتلاعبون بدين محمد وعلي صلوات الله عليهم ما إلك حق تصعد المنبر تقول كلام مخالف لآثارهم لرواياتهم لتعاليمهم ما إلك حق وكم من مخالفات خطيرة مخالفات شنيعة تقالوا على المنابر وتتلقفها الناس تتلقفها الجماهير ولا تشك في صدقيتها لأنها لا تبحث الناس عوام مشغولين بحالهم بدنياهم مشاغلهم مكاسبهم فما يروحون يبحثون آلاف الناس سامعين أنه مثلا أمير المؤمنين عليه السلام أرجع عائشة معززة مكرمة سامعينها من أكثر من واحد الناس ما تبحث حتى تكتشف أن هذا كلام باطل 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 كان أكو فيلم مصري قديم زواج شنو فؤادة من عتريس باطل ويكررون باطل 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 هاي لازم نسوي لنا فيلم على هذا يا جماعة ارجع عائشة معززة مكرمة كلكم صيحوا باطل بعد باطل ألف مرة نقول حتى بس يتطخ بدماغهم مللتون يا جماعة ماكو هيكشي أصلا ماكو ما أرجعها عائشة معززة مكرمة أرجعها صاغرة راغمة هذه رواياتنا هذا معنى إمتنا عليهم السلام يا معززة مكرمة بالأمواس بالسجاجين بالأمواس بالسجاجين كذا هذا احتراي معززة مكرمة قال عليه السلام لما توسط ابن عباس لها أن يبقيها في البصرة قال لا أرجعها إلى المدينة فإنها لا تألو شرة رغما عن أن فيها أرجعها تقول زين ليش أحاطها برجال عفوا بنساء ملثمات بهيئة الرجال مو إكراما لها وإنما قطعا لعذرها لأنه راح يدري أن الملعونة راح بعدين لما توصل إلى المدينة تحرض عليه تقول أيها الناس هتك ابن أبي طالب ستري وهذا الذي فعلت راحت للمدينة وصلت بس وصلت أرادت أن تؤجج الناس من جديد وتؤلبهم على أمير المؤمنين عليه السلام تقول هتك ابن أبي طالب ستري أرسل معي الرجال فكشفنا عن وجوههن قالوا إحنا مو رجال إحنا شوفوا نساء يدري بيش أمير المؤمنين فخرست هذا قطعا لعذرها هو قال إنها لا تألو شر يعني لا تقصر في الشر هذه امرأة شريرة هذه مجمع الشر هذه فهذه الأكذوبة اللي اصطنعت وانطلت حتى على الصلحاء مع الأسف أنه أرجعها عائشة معززة مكرمة هاي متى نخلص منها هالباطل هذا متى نخلص منها وعلى هذه فقس هناك كثير من الأباطل تقال ماذا علينا أن نفعل هذا الشيء أن نواصل عليكم السلام ورحمة الله أن نواصل جهودنا في التوعية في التبليغ أن نقلب العالم كله شيعيا كل العالم لازم لا يحدنا حد ولا يوقفنا شيء وهذا ما نحن نفعله وهو على الظاهر لا يعجب بعض الناس سبحان الله ممن ينتسبوا إلى التشيع وعالم التشيع لا أدري ما الذي حل بهؤلاء يعني ما يعجبهم أنه يشوفون ناس تتشيع ما أدري ليش ما أدري شون يصير يعني شيء غريب وعجيب نحن هذه رسالتنا وهذا هدفنا نحن نريد للعالم كله أن يتشيع كل جهودنا نبذلها في هذا المضمار في هذا الميدان اجتهدنا كثيرا طوال هذه المسيرة التي امتدت إلى ما يربو على عشرين عاما حتى الآن بحمد الله تعالى وفضله وفضل رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله فوفقنا في تشيع أناس وأناس في هداية أناس وأناس من كل الشعوب من كل الأقوام من كل الأديان والمذاهب أيضا بالمناسبة عندنا يهودي قبل كم سنة جاء هنا وأعلنت تشيعه هنا جلس هنا أعلنت أسلامه وتشيعه لقنته الشهادة ذاك نصراني كان ذاك اثنين أو ثلاثة نصارى كانوا من الإنجليز وهذه الأخت اللي من برازيل أيضا نصرانية من الصين من أندونوسيا أسبانيا من البلاد المتعددة بحمد الله هذا مع أنه حقيقة إمكانياتنا ضعيفة حتى الآن جهودنا ضعيفة ولا نخرج أنفسنا حتى من حد التقصير بصراحة أيضا نعتبر أنفسنا مقصرين لذلك فكرنا بأن نبدأ بمشروع هذا المشروع يحدث تحولا جذريا في ميدان الدعوة والتبليغ الدعوة للولاية لآل محمد عليه السلام هذا أعظم ما نملكه ففكرنا في هذا المشروع أن ننتج فيلما عالميا ونكرر لا بد من هذا الوصف أن يكون فيلما عالميا لا كأي فيلم مشروع مشروع السينمائي عالمي وإن كلف الملايين قلنا نحن لها إن شاء الله نحن مع الأمة الإسلامية الشيعية الرافضية أمة الزهراء عليها السلام لها وقدها إحنا صحيح مو أغنياء إحنا مو من أهل الملايين إحنا مو أثرياء إحنا ما عندنا حكومات ما عندنا أحزاب اللي عندهم أرصد مفتوحة هذا صحيح إحنا وناس فقراء إلى الله عز وجل على قد حالنا لكن بتعاوننا بتعاضدنا نجمع الملايين اشتركوا في القناة